اهلا بكم بالتأكيد هو هنفضل طول الوقت انتابع اللي بيحصل فيه الازمة الاوكرانية واللي بتستمر تقريبا لليوم السادس على التوالي اظن كده يبقوا ستة ايام كاملات للازمة الاوكرانية وفي الكثير من التداعيات حول هذه الازمة من الطرفين وطبعا بالتأكيد ايضا بعض الاجراءات اللي تم اتخاذها من الاتحاد الاوروبي لكن قبل ما نتكلم عن الازمة الاوكرانية خليني ابدأ معاكو بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وده ايضا في اطار هذه الازمة يعني اللي حصل تنفيذة لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فبالفعل بدأت عملية اجلاء الطلبة المصريين من اوكرانيا الى رومانيا عن طريق طبعا الخطوط الجوي وبالفعل بدأ مجموعات من الطلبة يستقلوا هذه الطائرات ويبدأوا انهم بإذن الله يصلوا تباعا الى جمهورية مصر العربية طبعا الطلبة دول عبروا الحدود الاوكرانية الى الدول المحيطة اللي قبدت استعدادها لاستقبال الطلبة بشكل عام من كل حتة في العالم اقلعت طائرة شركة اير كايرو بالتحديد والتابعة لوزارة الطيران المدني كان على هذه الطائرة 181 راكب منهم 175 من الطلاب المصريين وستة من فريق الهلال الاحمر والحجر الصحي بتتجه الى مطار القاهرة جمهورية مصر العربية لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا الى ارض الوطن باذن الله سالمين كمان تم انهاء كافة اجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية بهذا الامر من المقرر باذن الله انه توصل هذه الطائرة الى مبنى الركاب رقم واحد بمطار القاهرة جدير بالذكر ومهم جدا انك تاخد بالك كويس قوي من الاجراءات المصرية عند حدوث اي ازمة في العالم وهرجعك على الازمة اللي حصلت في افغانستان وازاي تم اجلاء الجالية المصرية اللي موجودة في افغانستان بالكامل وعودتها سالمة بالكامل الى ارض الوطن جمهورية مصر العربية في حين انه دول كتير وكانت دول كبيرة ودول عواصمها هي من عواصم صنع القرار ما عارفتش تعمل اللي احنا عملناه او على الاقل ما كانتش بهذه السرعة نفس القصة واحنا في الازمة الاوكرانية كانت كل جهود الدولة كل جهود مؤسستها بتشتغل تنفيذاً لتوجهات الرئيس انا بتذكر من اكتر من اتناشر سنة لما كان يحصل اي حاجة مهما كانت صغيرة كان للأسف تأخرنا بيبقى شديد البطء وكنا دايما نسمع الناس وهي بتستغيس الناس وهي تطلب العون الناس وهي تطلب المدد وللأسف ما كانش فيه توجيه يحصل بشكل سليم ولا يحصل بشكل سريع علشان تقدر تجلي ولادك او تساندهم او تساعدهم او تقف بجانبهم مهما كانت الازمة انا مش بتكلم بس على الازمات في الحروب المرة دي الوضع مختلف عاوز تعرف الوضع مختلف الى اي مدى تعالى نسمع الطلب المصريين هم بيقولوا ايه راجع كلمة لسيادة رئيس فتاح السيسي وكادة السياسية بتاعتنا من دورة رئيسة الوزرة معالي السفير هنا بنشكرهم على دعمهم بنساعد الوصول بتاعنا الاهتمام اللي مبالغ فيه ايه ومشكرهم كتير دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر محمد الله رب العالمين احنا وصلنا بخير ووصلنا بسلامة نحب نشكر كل الناس اللي ساعدت وسامت في اننا نوصل هنا حب نشكر السفارة المصرية سادة الرئيس كل الناس كل الناس اللي ساعدتنا والحمد لله ان احنا بخير السفارة المصرية سادة الكنصل الناس كلها اللي ساعدتنا اللي جابونا الطيارة الرئيس عفتاح السيسي حب نشكر كل الناس اللي وصلونا هنا بإذن الله نوصل المصر على خير ده توسيق لواقع توسيق يمكن إذا حبيت تسميه توسيق لحاجة من ضمن أو تفصيلة من ضمن التفاصيل المتعلقة بالجمهورية الجديدة دي تفصيلة اللي حصل في أفغانستان تفصيلة الجمهورية الجديدة مش بس مدن جديدة اتبنت مش هقولك بتتبني اتبنت ولسه في حاجات كتير بتتبني الجمهورية الجديدة نموذج اقتصادي الجمهورية الجديدة أيضا نموذج متعلق بأن مصر بتحمي ولادها في أي ركن من أركان العالم مرة زمان كان سنة كام 2007-2008 مش متذكر كان فيه أزمة إيه وبعدين صحيفة من الصحف المصرية صحيفة خاصة فنشرت الصحيفة دي جواز السفر الكندي مش جواز السفر يعني ان هما نشروا الصفحة الأولى اللي فيها بيانات المواطن الكندي لا نشروا ادباجة بتاعت جواز السفر الكندي وانه ازاي كندا انه بموجب هذا الجواز فانه كندا بتتعهد بحماية هذا المواطن في كل بقاع الأرض وانه كل الجيش الكندي وكل المؤسسات الكندية دائما في خدمة حامل هذا الجواز انا اظن وقتها ان ما فيش مصري لم يشعر بالغيرة الشديدة مش بالحقد ولا بالحسد لا سمح الله غيرة شديدة لانه كان في الوقت ده تقريبا المصري كانت حالته صعبة اوي 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 جوه وبرا لو حصل له حاجة مهما صوته علي ولا حد سمعه وابن منطين والتانية كانت منعجين النهاردة او لما شفنا اللي حصل قبل كده في افغانستان واللي بيحصل دلوقتي في اوكرانيا تقدر تقدر تتأكد لا هو مش بس كده بصراحة هو في كل الازمات يا رجل ده حتى بلاش افتكر لا ما انا هفكرك افتكر 2015 ليبيا ازاي مصر خادت طار ولادها صح مصر وقتها ضربت قواعد الدواعش جابتها على الارض في ليلة حقيقي مش هزار في تفاصيل كتير متعلقة بازاي مصر بتقدر انها تحافظ على ولادها تحمي ولادها تنقذ ولادها ايا كان شكل الازمة تطلع ازمة بتاعة موظف او عامل مصري تلاقي مصر موجودة تطلع ازمة بتاعة جاليا لازم تسيب بلد او دولة تلاقي مصر موجودة وبسرعة واسرع من دول كبيرة في الدنيا حلم من الاحلام اللي كنا بنحلم بها فاصبح هذا الحلم الكبير تفصيلة من تفاصيل الجمهورية الجديدة عايز ارجعك بعد اذنك وبعد اذنك على مسألة الاوضاع في الازمة الاوكرانية وفي اليوم السادس في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي كانت وسائل الاعلام الروسية والاوكرانية بتتناقل انباء على موعد الجولة التانية من المفاوضات بين البلدين الهدف هو وقف العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا واللي بقول لكم مستمرة بقالها ست يام من يوم الخميس اللي فات الوكالات الروسية بتقول ان الجولة التانية هتقام ان شاء الله يوم الاربع يعني بكرة طبعا الاولى كانت يوم الاتنين لو حضراتكم تتذكروا وهتبقى على الحدود ما بين اوكرانيا وبيلا روسيا كيفما تم الاتفاق روسيا طلبت من اوكرانيا الاعتراف بالجمهوريتين دونتسك ولوهانسك احنا عارفين ان الجمهوريتين هم انفصلوا عن اوكرانيا وحصل لهم دعم سياسي واعتراف من موسكو حلو كده ايضا روسيا بتطلب وقف المطالب الاوكرانية باستعادة شبه جزيرة القرم كرميا اللي احنا اتكلمنا عليها في الخريطة من يومين واحنا عارفين ان القرم انضمت الى روسيا سنة 2014 وبروسيا بتقول انه هذه الامور يعني الاعتراف بالجمهوريتين زائد عدم المطالبة بالقرم هم شروط رئيسية لاستقناف المفاوضات في المقابل اوكرانيا هي كمان حطت شروطها وقالت وقف اطلاق النار من الجانب الروسي ده واحد انسحاب القوات الروسية من الاراضي الاوكرانية بالكامل فيتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتحاد الاوروبي بسلوكه لمصار العقوبات بدلا من الحوار يعني ازاي هنقعد على طاولة المفاوضات وانتو مستمرين في العقوبات ما ينفعش دي وجهة نظر الخارجية الروسية تجاه ما يحدث ولافروف قال في كلمته في مؤتمر نزع الاسلحة نتخذ جميع الاجراءات الممكنة لمنع ظهور الاسلحة النووية في اوكرانيا طيب الوضع على الارض ماشي ازاي؟ الجيش الروسي وصل لمدينة خرسون هي في جنوب اوكرانيا وهي قرب لشبه جزيرة القرن وبدأ يقيم نقاط التفتيش على مشارف هذه المدينة التسجيلات اللي صورها الجيش الروسي كانت واضحة بدخول القوات الروسية الى هذه المدينة وبتأكد المصادر الاوكرانية من جهتها ان القوات الروسية قسفت ده تبقى للاوكرانيين قسفت ما بنى بيشتغل كبورج ارسال تابع للتلفزيون الاوكراني في العاصمة الاوكرانية كييف الجيش الروسي كان سبق من صباح هذا اليوم وقال يا جماعة احنا بندعو السكان في كييف كيفة المدنيين في سادس ايام هذه العملية العسكرية بالابتعاد تماما عن اي منشآت عسكرية او استخباراتية اوكرانية لاننا سوف نقوم بتوجيه ضربات باسلحة شديدة الدقة طيب تعالى نروح لمدينة اوكرانية تانية وتعتبر واحدة من اكبر المدن الاوكرانية ان لم تكن تاني اكبر مدينة في اوكرانيا ايه هي اسمها خاركيف او مقاطعة خاركيف محافظ او المسؤول او حاكم خاركيف بيقول انه وسط المدينة يتعرض لقصف روسيا عنيف وبيضيف ان الجيش الروسي بيقيم نقاط تفتيش على مشارف المدينة بس كده لا ده روسيا كمان اعلنت واوكرانيا اكدت انه تم عزل الجيش الروس الجيش الاوكراني بالكامل عن بحر اوزوف ده نفس اللي كنا بنقوله تقريبا من اربع تيام انه ده هيبقى واحد من الاهداف الروسية هي العزل عن بحر اوزوف الذي يؤدي بطبيعة الحال الى البحر الاسود ثم المياه الدافئة كما سبق وذكرنا لحد كده ده الموقف اللي واقف عليه الروس والاوكران على الارض العقوبات الاوروبية اصبحت قيد التنفيذ لو صح الكلام الا انه حتى الاتحاد الاوروبي يؤكد انه في اطار الاستمرار في فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا فنحن نعلم جيدا انها سوف تؤدي الى مشاكل في الاقتصاديات الاوروبية وعلينا ان نستعد لذلك من جهة اخرى ايضا البريطانيين جونسون تحديدا ابدأ استعداد قال نصا يجب علينا ان نستعد لاستقبال اللاجئين من اوكرانيا وهنا هنفضل نتابع مع حضراتكم كل يوم تقريبا طالما امتدت هذه العمليات العسكرية او هذه الازمة اللي بنتمنى انها تنتهي على خير هتنتهي ازاي هو ده بقى اللي احنا هنتركه للزمن والمحللين وكتاب المقالات تعالى نروح بقى هنا للدخل المصري مرة تانية لانه هناك ازمة كبيرة بتحصل في العالم انا اظنها انها اهم واكبر بكتير من الازمة اللي بتحصل ازمات الحروب مش بس الازمة الاوكرانية اي ازمة حروب هي فكرة الجائحة الكبرى التي ضربت هذا الكوكف في 2020 و2021 ومستمرة معانا لحد دلوقتي اللي هي كرسة الكورونا خد بالك انا مش عايزك تنشغل بالحرب الاوكرانية فتنسى نفسك لا احمي نفسك وبالمناسبة ده الهاشتاج اللي موجود على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي في كل مكان احمي نفسك ما تخليش الحرب تنسيك التطعيم ما تخليش انشغالك بالقنوات الاخبارية ينسيك التطعيم وبرضه ما تخليش انه متابعتك لبرنامج التساعة تنسيك التطعيم وعليه احنا نشجعك اكتر على انك تحمي نفسك ادخل على الهاشتاج بالمناسبة لو احمي نفسك واعد شوف اللي بتالها تليقي على صفحة مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية مصر عملت كل شيء ممكن خد بالك كل شيء ممكن عشان يتم توفير اللقاحات للمواطنين وبالمجان كل شيء ممكن بدأ من انه مصر حصلت على بعض اللقاحات المجانية في الاول خالص وبالمناسبة حصلت عليها كواحدة من اوائل الدول اللي قدرت تحصل لمواطنيها على لقاحات وبعدين مصر اشتغلت بمنتهى السرعة على انها تشتري لقاحات على حساب الدولة على انه يتم توزيعها على المواطنين مجانا او تلقيح المواطنين مجانا دون اي قيد ولا شرط ولا رسوم على الاطلاق كويس خالص وبعدين مصر اشتغلت على انها تعمل ايه كمان تصنع اللقاح في مصر ومصر دلوقتي شغالة في الخطوة الرابعة وهي صاحبة الاهمية الكبيرة على الاقل بالنسبة الواحد زي حالاتي ايه هي يا يوسف اقولك ان مصر مش بقى بدأت تصنع ما احنا بدأنا تصنيع اللقاحات عندنا اللي هو عن طريق شركة فاكسيرا لا مصر بدأت تشتغل على ابحاث اللقاح المصري واللي بات قابق قوسين او ادنى من انه يظهر للنور بعد ما يتم تجربته ويتم نشر ابحاثه في كبريات المجلات العلمية المعنية بهذا الشأن مصر عملت كل حاجة علشان تصرع وتيرة وصول اللقاح للمواطن فعملت ايه اللقاح اصبح متوافر في كل المستشفيات بس كده لا ده احنا كمان هنخليه متوافر في اماكن للتلقيح اللي هي وحدات متنقلة تلاقيها موجودة في المولات وتلاقيها موجودة في الميادين وتلاقيها موجودة في الشوارع ده احنا كمان هنعمل مكاتب للتلقيح عملنا ده عملنا بقى اماكن كمان لتلقيح المواطنين بالامصال واللقاحات الخاصة بكورونا موجودة في المترو وفي السكة الحديد ولكبار السن هودها لك لحد البيت ولو مش كبير السن ولكن لديك شيء ما مرض شديد يحول دون تحركك من منزلك ما عندناش مشكلة هنبعث لك اللقاح لحد باب سيادتك تحت امرك المواطن المصري كلامه اوامر ده اللي عملته مصر في هذا الاطار نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات انا عايزك تتفرج على التقرير ده لسبب مهم مش بس علشان يعلو ويسمو معدل وعيك بضرورة انك ما تفوتش اللقاحات ولو كان عندك جرعة تنشطية يبقى او جرعة معززة لازم تاخدها وما الى ذلك هي المسألة بالنسبة لي هذا التقرير وهذا الفيديو مهم عشان تعرف بلدك تعب تقدقيه علشانك هو تعبك دايما راحة وكلامك دايما اوامر بس عشان ما حدش يجي يقولك وهو مصر عملت لنا ايه فاصل ونشوف التقرير وهو بعدين فاصل ونكمل الكلام بعد عامين من تفشي جائحة كورونا وظهور اللقاحات والامصال ذات الفاعلية والامان استطعت الدولة المصرية ان تمضي في خطة شاملة لتحصيل مواطنيها باللقاحات والعمل على تصنحها لضمان توفرها كان هناك اتجاهات قوية جدا من الدولة المصرية وبتوجيه مباشر من سيد الرئيس والقيادة السياسية لتوفير اللقاحات وده تحركنا فيه على محورين محور التعاقد مع الشركات المصنعة بيبقى التركيز على الفئات الاكثر تأثرة الفئات الاكثر تأثرة هم اصحاب الامراض المزمنة والقواقم الصحية لانها الاكثر تعرضة للمرض كان من اهم اولوياتنا كمستشفى ان احنا نبدأ كفريق طبي تمريد وكل العاملين الاداريين ان احنا نبدأ ناخد اللقاح لان دوت كان هيبقى بالنسبة لنا خط دفاع ومناعة اولى انا بشتغل كلينيكا المايكروبيولوجي يعني ده يعتبر في تخصصي وانا متابعة الفاكسينز كل واحد من ساعة اختراعه لقيت ان معظم الفاكسينز لها همش امان كبير جدا وان ما فيش ازا متوقع منها الوصول الفاتر المستهدفة اتخذ كذا طريقة وكذا فكر فكر الاولين هو توفير اماكن ثابتة للتلقيح ثم انتقلنا المرحلة بعد كده مرتبطة بتوفير اماكن للقاحات في اماكن التجمعات في المولات انتقلنا مش بس للمولات انتقلنا كمان لمحطات المترو في القاهرة ومحطات القطار سواء في القاهرة او في السيوت او في الاسكندرية مركز تطعيم محطة مصر هنا من الاماكن والنقاط اللي احنا نعتبر خزنة بيها فيه كونتاكت مباشر مع الشعب المصري ومع الجماهير وفي نفس الوقت جرعة واحدة جرعة واحدة بس بنقدر ندي المناعة كاملة لناس مسافرين يعني غير مقيمين مش هيقدروا يرجعوا ياخدوا الجرعة التانية عرفت ان فيه تطعيم هنا هو في محطة مصر فجاي عشان اخدت تطعيم وقاية عشان انا عندي ضحر وجيت لقيت الحمد لله يعني تطعيم وتوفر وكل حاجة الحمد لله كنت اقلان طبعا ان انا سجل بسبب الشعاعات اللي كان بتحصل والاعراض بتاعت اللي خدوا المصر وكده بس بصراحة لما لقيت ناس كتير جربت وخدت المصر فطمنت شوية التحور الاخير للفيروس اثبتت التجارب الاكلينيكية ان الجرعة التعزيزية تقلل من معدلات الوفاية بشكل كبير تقلل من معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات وبالتالي من المهم ان الناس تحرص على تلقي الجرعة التعزيزية الضابط الوحيد اللي احنا بنتكلم عليه هو انك تكون اكملت التلقيح ومرور فترة زمنية احنا في مصر اوزارة الصحة المصرية متبنية لفترة ستة اشهر الرسالة جات لي وكانت المكان على المصطول اللقاح ورحت المصطول اللقاح صراحة متعاونين جدا النظام جوا كويس جدا ما خدناش وقت كبير طبعا ننسح الناس كلان يتنسى التأخذ وتهتم بالموضوع المحور التاني وده كان فيه منتهى الاهمية هو تصنيع اللقاح في مصر من خلال مصانع باكسيرا طبعا شركة باكسيرا هي الشركة الوحيدة في جمهورية مصر العربية ومن اعرف واجدم الشركات لانتاج الامصال واللقاحات احنا هنا في المصنع اللي بينتج لقاح الحديد ابتدناها بالتفاوض مع الشركة الصينية المقبلة التكنولوجيا التصنيع الى مرحلة التصنيع الكامل حاليا وينزول المستحضر الى الاسواق ويبتدى يطعم به المواطنين داخل مراكز التطعمات احنا عندنا طاقة انتاجية في المصنع هنا في العجوزة فاحنا بننتج يوميا حوالي 320 الف جرعة يوميا الرؤية المستقبلية ان مصر تكون واحد من احد المراكز مش بس لتغطية السوق المصري لكن احنا بنسع لتغطية القرى الافريقية من المستحضرات ثبتت مأمونية اللقاح للحمل والمرضة بل على العكس كمان ثبت اهمية اللقاح للحمل لانه في الاشهر الاخيرة من الحمل المرأة بتبقى الجهاز المناعي عندها اكثر ضعفا وبالتالي بتبقى اكثر عرضة للاصابة الاطفال المرحلة العمرية من 12 سنة هي المرحلة اللي بدأنا فعلا توفير اللقاح لها بعد ان ثبتت ايضا مأمونيته انا سجلت على الموقع وبعد كده بعتولي على هنا فجيت اخدت المصر الجرعة الاولى والمراره ده الجرعة التانية والحمد لله كنت كويسة ونزلت الشغل عادي وحسستش بأي حاجة قدمت على الموقع الالكتروني كان تقديم سهل وكل حاجة جات ليومية بفجر ان انا اجي اكنامية الثلون هنا جيت وقفت برا طبور لحد ما دخلت هنا واخدت راكم اهوت ومستني دولة هيئة الدواء المصرية وفقت على عقار المولنا بربير وهو عقار ثموي يؤخذ البالغين في بداية المرض لتقليل وهو مضاد للفيروس لتقليل شدة المرابة او احتياج لدخول المستشفيات ولازالت خطة دولة المصرية مستمرة باستراتيجيات وآليات للوصول للعدد المسادر تلقيحه من عموم الشعب المصري كافة وفق آليات وضوابط اقرتها منظمة الصحة العالمية اهلا بيكم عنا مرة تانية بطبيعة الحال لازم طول الوقت يفضل فيه تعاون ما بين الدول العربية وبعضها البعض في كل المجالات الممكنة مش هقولك حتى في كل المجالات الممكنة فيه اي مجال لازم دايما يحصل تعاون وقوة الاقليم ده او قوة الوطن العربي ده او قوة المنطقة دي هتبقى دايما نبعة من التعاون المشترك والاخاء الدائم غير كده الناس تستضعفنا وتيجي علينا طيب هل فيه تحديات مهمة بتقف قدام المنطقة العربية دائما هناك تحديات من وقت ما بقى فيه عندنا حاجة اسمها منطقة عربية ممكن اقولك الكلام ده مثلا مثلا من وقت الدولة الاموية مرورا بالعباسية بالدول التي انفصلت وانبثقت عنها حتى اللحظة اللي احنا فيها دايما فيه تحديات دايما فيه تربص طبيعي دايما فيه تربص وبالمناسبة التربص من دول بدول ده طول الوقت موجود من ساعة ظهور الحضارة على سطح الكرة الارضية مصر كان فيها حضارة عظيمة جدا وحصل تربص بيها واستهداف ليها الى اخر دولة الموحدين المغرب والاندلس حصل تربص واستهداف ليها طول الوقت ده موجود طيب تعالى تعالى نروح على مسألة التعاون المستمر احنا لما نيجي نشوف اللي بيجرى فهتلاقي انه على سبيل المثال حصل الحمد لله في اطار الدعم والتوثيق في العلاقات العربية العربية هناك تعاون امني مع الدول العربية الشقيقة قام النهاردة السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري بزيارة الجمهورية التونسية على رأس وفد امني رفيع المستوى وده للمشاركة في اعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب وبطبيعة الحال ده لازم طول الوقت يحصل ولازم طول الوقت هتلاقي الداخلية بتعمل بمنتهى النشاط على ترسيخ هذا الشكل من اشكال التعاونات ده طبيعي اللي بيحصل في تونس نحن لازنا بمنأة عنه اللي بيحصل في اي حتة في المنطقة العربية نحن لازنا بمنأة عنه بل انه كمان تجربتنا مهم جدا ان احنا نساعد على نقلها وانه الدول اللي حوالين هي كمان تبقى مستعدة لاستلهام التجربة المصرية بتبدأ الفعاليات يوم 2 مارس في العاصمة التونسية كان في استقبال سيادة الوزير لدى وصوله لمطار تونس قرطاج تحديدا السيد وزير الداخلية التونسي والسفير المصري طبعا لدى الجمهورية التونسية والامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الداخلية المصرية اكد وزير الداخلية لدى وصوله الى العاصمة التونسية على اهمية المشاركة في هذه الفعاليات وهذه الدورة الحالية للمجلس فضوء تعظم التحديات الامنية اللي بتوجهها الدول العربية واشار معالي الوزير الى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الامني الثنائي على جهة ومتعدد الاطراف بشكل عام فيما بين الاجهزة الامنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بايه اكبر تحدي بيواجهنا الفكر المتطرف وخد بالك من منطوق الوزير الفكر المتطرف سادة الوزير مقالش المواجهة الامنية للتطرف وحسب قال مواجهة الفكر المتطرف ودي هنا حاجة بتعكس طريق التفكير الداخلية المصرية كمان وجه سادة الوزير الشكر لنظيره التنسي على ما لقاه الوفد المصري من حفاوة وترحاب من وقت وصوله للاراضي التنسية وبيشيد بالجهود الدقوبة اللي بذلتها وزارة الداخلية التنسية والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب علشان هذه الفعاليات تنجح في دورتها الوزرية السنوية خلونا نتمنى التوفيق لداخليتنا المصرية بشكل خاص وللداخليات لو صح التعبير يعني أو وزارات الداخلية بالمنطقة العربية ككل في مواجهة هذه هذا التحدي الأكبر والأشرس والأهم على الأمن العربي ألا وهو الفكر المتطرف من ده تعالى نشوف تحدي آخر مصر أيضا بتقف قدامه لكن التحدي ده هنتكلم فيه من زاوية تبدو مختلفة شوية وهو أو زاوية المنتدى الدولي في النمسا واللي بيناقش تجربة مصرية رائعة الحقيقة فعلا رائعة في استثمار 32 ألف شاب مصري للتوعية بأضرار المخدرات من منا ينكر أنه انتشار المخدرات في صفوف أو في الأوساط الشبابية مش بس بقى في مصر في العالم أصبح شديد الخطورة شديد الخطورة لو جيت سألتني هقولك المسألة ما هياش مسألة تجارة رابحة مهما كانت حرمنيتها وعدم قانونيتها فتدر مليارات من الدولارات على المتاجرين فيها فبيدوروا دايما على أسواق وبطبيعة الحال الفئات المستهدفة بتبقى الشباب المسألة أظنها فأحيانا كتير بتبقى فيها دفع من دول من أنظمة من أجهزة لأنها تخمد من جزوة الشباب تخمد من طاقة الشباب تدمر هذه الفئات قدر الإمكان لأن هذا التدمير بيبقى تدمير عقلي ونفسي وبالتأكيد جسماني وبالتالي شيء طبيعي أن دول تناصبك العداء علنا أو تدمر لك العداء والغيلة في قلوبها تحاول قدر الإمكان أنها تخترق شبابك وتحاول قدر الإمكان أنها تدمرهم عن طريق هذا أو يعني هذه العادة شديدة الخطورة شديدة السوق أنا من الناس اللي بتشوفها تدمير للجسم تدمير للإنسان ولعن الله من دمر بنيانه والإنسان بنيان الله فعلا يعني ففيها من الحرمانية أكثرها وأعلاها يعني دي وجهة نظر يليس تفتي على الإطلاق أنا لست أهلا للفتوى خالص يعني بس دي وجهة نظر مصر عملت تجربة في أنها تستثمر 32 ألف شاب للتوعية بهذه الخطورة للتوعية ما بين صفوف أجيالهم أو جيلهم علشان يبقوا فاهمين بيشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأيضا رئيس مجلس إدارة الصندوق في منتدى الشباب الدولي السنوي وهو أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوث فورم اللي بيعقد حاليا في فيينا النمسا تحت عنوان الوقاية من استخدام المخدرات قامت الدكتورة غادة والي بصفاتها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة وهي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بافتتاح فعاليات المنتدى بمشاركة وفود من 43 دولة العدد الحاضر من الشباب 74 شاب وفتاة من هذه الدول على مستوى العالم كانوا بيشاركوا في هذا المؤتمر اليوث فورم اللي مقام في فيينا النمسا فمهم جدا التجربة المصرية ومهم جدا أنه يعني يتم أو تتم مناقشتها وبالفعل بتتم مناقشتها هناك في فيينا دلوقتي كم من تجارب مصرية أصبحت قيد الإعجاب وقيد التناول خلينا نرحب على التليفون بمعالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضمن الاجتماعي أهلا بحضرتك يا فاند أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف بسعد دايما نبقى مع حضرتك لا ده أنا أسعد أنا أسعد وأتشرف الحقيقة يمكن هبدأ الكلام على منتدى فيينا والتجربة المصرية بأن إحنا قدرنا أن إحنا نخلي 32 شاب وشابة يقوموا هما أو استغلين نطاقتهم في التوعية بأدران المخدرات التجربة دي بدأت إمتى ووصلت إلى فين يا فاند إحنا عندنا يمكن تحت الصندوق عندنا ما يخلق من 30 ألف متطوع الحقيقة إحنا بنعتمد اعتماد كامل على المتطوعين في أكتر من مبادرة سواء في الهلال الأحمر المصري أو في صندوق كافحة الإدمان ودلوقتي كما عندنا برنامج وعي تحت مظلة الوزارة بنقوم بحركة التطوع وإن شاء الله تصدر عن الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتطوع الأولى في آخر هذا الشهر إحنا نمكن مفهومنا للتطوع بيقوم بمشاركة الشباب في العمل الاجتماعي وتحفيز روح الانتماء والوطنية لكن القضايا اللي بيشتغلوا عليها قضايا هامة جدا وأولها مسألة مكافحة وعلاج الإجمال وده لأن الشباب لما بيعمل توعية للشباب اللي زيه ومن سنه بيبقى رسالته بتوصل أكتر بعض من الشباب المتطوع كمان معنا من المتعافين أنفسهم وشخروا نفسهم لهذه المهمة إحنا طبعا بنشره أن معي وزيرة سابقة غدا ويدي بترقص مكافحة أو بترقص الأمم المتحدة مكافحة الإجمال ومكافحة العنف والجرائم والجريمة فالحقيقة إحنا دايما ما بنا تعاون من جينا ومن كافة دول العالم ممكن كان فيه التجربة على مدار خمس أيام من أول ثمانية وعشرين فدراير لغاية أربعة ميرك كان دعانا مكتب الأمم المتحدة المخدرات والجنيعة بالنمسا لمشاركة الصندوق في أن يرشح أحد القزم الشباب المتطوعين لأنه يمثل مصر في المنتدى لأن التجارب بتعرضه نحن نعتبر أن تجربتنا نكحة جدا في جمهورية مصر العربية ودام إحنا بنشتغل على الطلب فالحمد لله فيه خفض للطلب ملخوذ وبالأرقام ومثبت على الطلاب في الجامعات أو في المدارس على سائق الحافلات المدرسية وسائق النقل العين والجهد مفتعنا إحنا لوحدنا إحنا معنا كمين وزارة الداخلية في تكثيف الخملات ومعنا وزارة الصحة والسكين في الكشف عنها فالتجربة المصرية عمل خاصة بعد صدور القانون بفضل الموظفين المتعاقين فعمل رضع كثير قوي عن الفترة السابقة نزلت النسبة تقريبا في الجهاز الحكومي من 8% إلى 1.8% نزلت من برضو في حفلات من 11% إلى 8% إلى 2% فذي كانت تجربة نكحة بيقوم بيها كمان إحنا بندخل المناصق المدورة اللي منقول لها سكين المناصق غير الأمينة والعشوائية وهما نفسهم بيقدموا على المسألة العلاج والتعافي بنامل خدمتنا في سرية تامة وفي خصوصية تامة وفي مجانية تامة رائع جدا طب دكتور نيفين هل أقدر وصححين لو أنا غلطان أقدر أربط ما بين الـ 32 ألف شاب اللي بيشتغلوا على التوعية بأضرار المخدرات وهذا الاستخدام القاتل لو صح التعبير وفي نفس الوقت أنه ده أكيد بينعكس بشكل ما على يمكن الجلسة أو القضية المركزية بتاعة الجلسة النقاشية بتاعت مبارح ألا وهي تنمية الأسرة المصرية هل المسألة دي بتنعكس على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهل أيضا مسألة التطوع ودعمكم لا الاستراتيجية الوطنية للتطوع ممكن كمان نستخدمها في مسألة توعية الشباب المصريين اللي لسه مقبلين على الزواج أو في السنوات الأولى من زواجهم للتوعية بهذه القضية وبهذا المشروع الكبير إحنا من طرفنا يعني يمكن الأسرة عندنا بنشتغل عليها الأكثر من محور مش بس في موضوعات تنظيم الأسرة أو الحد من الزيادة السكانية يمكن معظم خدمتنا بتخص كمان خصائص الأسرة من أول الطفولة المبثرة والالتحق والإلحاق بالحضانات لغاية التكافل وقرامة وشرط الالتحق بالمدرسة والرعاية الصحية الأطفال اللي بيتسربوا من التعليم بنعيدهم للمدارس المجتمعية بالتنصيص مع وزارة التربية والتعليم والمجتمع المدني مسألة النساء إذا تم تعرضهم للعنف أو الأطفال مسألة أيضا المسنين مسألة زاوية الأعاقة إذا كانت فيه شباب أو شباب عرضة للإدمان أو السعاطي فإحنا بناخد الأسرة بكل أفرادها من أول الأطفال لغاية المسنين فإحنا بنعتبرهم جزء من الدولة المصرية لأنها الدولة هي مجموعة من الأسر والأسر إذا صلح حالها سيصلح المجتمع والدولة بشكل عين فنشتغل كمان على الواعي الساعة الأسر على اكتشاف المبكر للمشكلات إذا كانت إعاقة بنقول للأمهات إزاي تعرف أن ابنها على مشارك أنه ممكن يتعاطى أو أنه ممكن يكون ضرب المخدرات قبل ما يندرج لمرحلة متقدمة فإحنا الأسرة بالنسبة لنا كوزارة فضامن إحنا بنخدم الفئات المختلفة من أول بقولها لغاية المعاش لغاية حتى ما بعد وفاة الشخص والقائمين على الفصول على معاشه أثناء حياته العمالة غير المنتظمة الأسر المنتجة الأسرة التي تنتج أو السيدة لو عايزة تجي لها فرصة عمل لو كنا ريشان برح بنقول أن الدور الإنتاجي لو زاد حيقل الدور الإنجابي مباشرة لأن العقلية بتحتلف مستوى حياة الأسرة بيتحسن بيدوقوا جانب آخر من الحياة كانوا محرومين منه فالحقيقة هي زي ما هي بتقولي إحنا بنتكلم على تنمية الأسرة مش بس تنظمها لكن تنمية مؤشرات الصحة والتعليم والوعي والعمل والاستقرار الأسري والتأليم الاجتماعي والحمال الاجتماعية والإنتاج فمش بنتكلم بس على الأعداد لأن الجوزة للحياة والحياة الكريمة اللي كلنا بننشودها وبنشكر سياة الرئيس عليها لازم لها مقومات لكن ما بتجيش كده يعني حتى توعية الأسرة واخد جزء جدير من شغلنا إن الأسر عندها مفاهيم كتير محتاجة مغلوطة أو مختلط عليها فالحقيقة يعني محول أمية بكل ما تحمل الأسرة إحنا بنعتبر نفسنا يعني في خدمة هذه الأسر ونتمنى مش نبقى في خدمة نتمنى نخدم مع بعض ليش أفراد تخدم أفراد لكن يكون عندهم الوعي الكامل بالمشاركة وأن نخدم سويا يعني هذا الوطن الحديد اللهم أمين مسؤولية كبيرة فندم وحملة قيل بس أداهوا إدود يا رب إن شاء الله لأحنا حنفضل وراها لغاية منعوصة لنتائج مليونة أكيد إن شاء الله ومحسوسة وإن شاء الله موافقين زملائي وأنا وكل مؤسسات الدولة والمجتمع المدين والله أنا متفائل أنا مشكور جدا 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 يا دكتور كل الشكر معي الوزيرة الدكتورة نبينا القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلوني أنتقل بكم لموضوع يبدو في ظاهره مختلف إلا أنه في أصله متصل بنفس ذات الموضوع اللي بنتكلم فيه مع دكتور نبينا القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إيه هو؟ مسألة تنمية الأسرة ورفع معدل الوعي هل يليق أو متصور أو يظن أحد أنه تنمية الأسرة تنمية الأسرة وارتفاع معدلات وعي الأسرة المصرية بكل أفرادها على اختلاف بالتأكيد مراكزهم الاجتماعية من أب وأم أو جد وجدة إلى الأولاد أو الأحفاد خلانك وعمامك إلى آخره هل أنت تظن أنه بلا دراما واعية مستقيمة سليمة ذكية هيحصل نمو أو زيادة وارتفاع في معدلات الوعي استحالة هل تظن أنه بدون وجود منصة قناة شاشة سمي زي ما تسمي دون أن هي تبقى ممتلقة سواء إذا كان خد بالك الشطارة في أنه أنا أقدم لك المتعة أنك تتفرج على شيء ممتع ومسلي وجميل بس كمان حتى وأنا بقدم لك حاجة ممكن تبقى كوميدي فرس ثق أنه أقدر دايماً أحط لك فيها شيء لطيف وجميل ورائع يفيدك في وقت من الأوقات أو هتتذكروا في مرحلة ما فهتشتغل بالطريقة دي حتى ويا مسألة كوميديية جداً أقدر أعمل لك ده في فيلم كرتون يعني توم وجاري يعني زي ما يطلع بقى أي أن كان ميكي معه سمي زي ما تسمي مش دي المسألة زي ما بقدر أقدم لك ده في مصرحية كلاسيكية زي ما أقدر أقدم لك ده في فيلم نطق بالعربية أو بأي لغة أخرى مسلسل برنامج حاجة توعوية إلى آخره علشان أقدر أنامي الأسرة المصرية لازم نبقى دايماً وعين إنه يا جماع اللي بنتفرج عليه بيأثر علينا كأبهات والأمهات والجدات والأجداد والأبناء والأحفاد وعلشان ده يحصل لازم يكون فيه مسئولية يعني الإنتاج الدرامي أو الإنتاج التلفزيوني أو الإنتاج الإعلامي بشكل عام ما هواش مجرد صناعة بعمل بيها منتج أكثر من وراء لا الإنتاج الإعلامي هو صناعة الوجدان صناعة الأفكار إزاي أقدر أقدم لك منتج محترم وده مهم منتج تبقى وإنت فتحه قدام لحضرتك في البيت وإنت بتتفرج ما انتشأل الآن إن ابنك أو بنتك وهو صغيرين أو مراهقين لما يجوا يعودوا جنبك ويتفرجوا إنت مش مضطر تقفل المسلسل ولا البرنامج ولا الفيلم أو تعملوا بوز خالص أو تقول لهم كملوا مذاكرة أو كملوا لعب وأنا هبقى جيلكو خالص تبقى أنت آمن نزلت من بيتك وعيالك قرروا يفتحوا واتشت تبقى أنت حاسس بالأمان تروحت شغلك وإنت حاسس إنه الولاد لما يجوا يفتحوا منصة واتشت هم هيتفرجوا على حاجة مسلية وممتعة ومحترمة بين قصين كبيرين وبالتأكيد هتبقى مفيدة النهاردة اتعمل مؤتمر صحفي لمنصة واتشت وكان بحضور الأستاذ حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعني رئيس مجلس الإدارة بنفسه بتاع المتحدة حضر هذا المؤتمر الخاص بمنصة واتشت واتشت دي المنصة بتاعتنا بتاعتنا مش يعني الشركة المتحدة بتاعتنا احنا بتاعت مصر اللي في يوم من الأيام هتبقى بتاعتنا احنا العرب اللي في يوم من الأيام هتلاقيها بتنطلق لتنافس بإذن الله منصات عالمية طول ما هي بتشتغل بمنتهى الإخلاص والدأب على إنتاج إعلامي شديد الجودة عالي الجودة رفيع الجودة وأيضا شديد الاحترام النهاردة تم الإعلام في هذا المؤتمر الصحفي عن خطة منصة واتشت خطة التطوير في هذه المنصة الرقمية الشهيرة واللي قدرت إنها تحتل لمكان كبير في وقت قصير جدا الخطة بتاعة الفترة الجاية يتم أو تم إعلانها في هذا المؤتمر قالت سيدة ناشواجاد رئيسة مجلس إدارة واتشت بقى إنه في هذا المؤتمر اللي بيحمل عنوان بداية جديدة إن المحتوى المقدم وده اللي بقوله لك بقى وده كان المهم المقدم على هذه المنصة منصة واتشت آمن جدا مش آمن بس آمن جدا أنا من الناس اللي بتحب دايما تدقى المصطلح وما بحبش زلات اللسان أول الله ما بيش فيش حد فينا ما بيقعش يعني في ظلات لسان كده ولا كده حتى لو دونا قصد لكن الشطارة دايما هو تدقيق المصطلحات فسيدة ناشواجاد قالت لك إيه؟ قالت لك آمن جدا يبقى خليك متطمد للعائلة مناسب لكل الأسرة وبالتالي تقدر الأسرة ترك أولادها للمشاهدة بأمان من ناحية تانية أساس حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة وجه مجلس إدارة بقى الشركة المتحدة المالكة لمنصة واتشت وجه خلال كلمته في هذا المؤتمر شكر بالتأكيد للحضور شكر لفريق عمل واتشت ليه؟ على المجهود الكبير اللي بيبزل وراء تطوير هذه المنصة في رؤيتها الجديدة تسألني رأيك إيه؟ أقولك أنا متفائل ومتفائل جدا لأن أنا تبعت قدر من التطور اللي عمال بيحصل في واتشت من وقت إطلاقها حتى هذه اللحظة واتشت مش بس أصبح لها ماركت شير محترم لا واتشت كمان قاعدة عمالة بتجدد في نفسها المسألة مش في أنها تحصل على جانب جيد من كعكة المنصات هي المسألة أنها تحصل على جانب رفيع من جودة المحتوى شوف التقرير ونرجع نكمل الكلام أنا هنا لمجرد حكتين محددين شكرا لحضراتكم على وجودكم أن أنا أوصل لحضراتكم اتجاه الشركة المتحدة بالاهتمام بالدجيتاليزيشن رقمنا وأن أنا أوصل لحضراتكم أن البداية أو اللي حصل ده كان موجود كبير أوي أنا بنفسي لمسته وأحب أتقدم بشكر لكل فريق واتشت زائد الأهم من كده كمان جميع العاملين اللي ساعدوا من خارج واتشت دول هم فعلاً اشتغلوا 24 ساعة لكن كمان كان فيه طلبات أو شغل من حاجات تانية من شركات أخرى في المجموعة فأحب أتقدم بالشكر لكل واتشت أجان وكل التعاون في ده أعلننا عن الهوية الجديدة لمنصة واتشت بشكلها الجديد اللي بتجمع ما بين الحضارة المصرية من خلال عدد من الأفاتارز اللي إحنا أتحناها من خلال عدد من الفيتشرز الجديدة اللي إحنا أتحناها للمستخدم حيث أنه يقدر ينعم بمشاهدة ممتعة بشكل ثلث أكتر بديزاين مختلف يقدر ينافس ويقدر نقول النهاردة بسيقه أنه يقدر ننافس مع المنصات المتواجدة والمنصات العالمية أتحنا ليه كمان محتوى مختلف وجديد من أعمال واتشت الأصلية إن شاء الله هينزل معنا بكرة فأتمنى أنه هو يكون يعجب وينال المشاهد إعجابه يعني الحاجة الثانية طبعاً زي ما حالك كنت بتشير إحنا بصدد عقد عدد من الشركات إن شاء الله تسمع عنها قريب سواء مع شركات المحمول سواء جوة مصر أو بره مصر أو مع عدد آخر من الشركات الشاشات والأجهزة بحيث تكون واتشت متاحة على ريموت كنترول ولونشر بار بإذن الله بتاع كل الشاشات بالتالي نقدر نوصل لكل المستخدمين في جميع أنحاء العالم الأعمال الدرامية زي ما كنت بقشير لحضرتك إن إحنا إن شاء الله معنا من بكرة يوم 2 مارس حينزل مسلسل تحقيق على منصة واتشت بالشكل حصري ده أول أعمالنا الأصلية فطبعاً هو متوفر عندنا على المنصة مش هتلاقوه عند أي حد تاني بيجمع عدد من نجوم الدراما المصرية والسينما كمان فإن شاء الله يا رب يكون يعجبكم هو عمل لي علاقة بالإصارة والتشويق في أكشن فإن شاء الله يعجب العدد من الشباب لأن إحنا كمان بنستهدف طبعاً إن إحنا نقدم محتوى يقدر يرتقي بالمنصة ويكون جاذب لشباب المصر والشباب العالم كله دي كنا حارسين عليها جداً في عطشة الحاجة التانية اللي هتكون معنا قريب إن شاء الله قبل رمضان ومكملة معنا في رمضان برنامج جديد اسمه شيف بالبيت ده عن الطبخ بشكل مختلف باعتبارنا منصة رقمية وبالتالي كنا لازم نقدم الطبيخ المواكب للعصر كنا نعتزب الشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام كنا حارسين على تجديد هذه الشراكة وإن إحنا نستعرض ماس بيرو المكتبة السرية الخاصة به سواء من المسلسلات من صهارات من برامج تلفزيونية من أفلام وثائقية حتى موجودة في ماس بيرو وكانت مهمتنا في الحتة ديت لإن إحنا بنهتم بي إن إحنا الجميع أجيال سواء النهاردة أو حتى الأجيال اللي جاية نحافظ لها على التراس مش بس المصري أقدر أولي التراس العربي لأن العالم كله تربع على ماس بيرو أنت عارف دايما كان يبقى فيه عندي أفكار غريبة كد بتقعد تيجي في دماري هي غريبة مش خطيرة يعني مثلا زي إيه لما تيجي تقعد تشوف في حضارات قديمة جدا صحيقة يعني وحتى من قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام هتلاقي إنه الستات في هذه الحضارات القديمة كان ليهم أدوار مهمة جدا طول الوقت جدا يعني بيشتغلوا في كل حاجة يعني هنا بنتكلم على حاجات من آلاف السنين من آلاف السنين حتى إنه في حضارات مش هقول لك يا سيدي حضارات شعوب ما بانتش حضارة بالمعنى المفهوم الحرفي والحقيقي لكلمة حضارة زي الشعوب بتاعة اسكندانيفيا أو الفايكينج على سبيل المثال ما تقداش تقول إن كان ليهم منتق حضاري بس شعب موجود وغزى مناطق كبيرة جدا من أوروبا بعض بعض الدراسات بتفيد إنه هم حتى نزلوا إلى جنوب المتوسط ودخلوا بعض المدن برضو النساء كانت بتقوم في هذه الشعوب اللي ما كانش ليها إنتاج حضاري وكانت أقرب إلى الهمجية أو التوحش الستات فيها كانوا حكام مقاطعات وقائدات لكتائب وحاجات زي كده إيه الغريب طيب يا عام يوسف الغريب إنه المجتمع البشري والمجتمع الإنساني مفترض جدا إنه مع تطوره فبيتطور كمان في نطاق الحريات الاجتماعية والمدنية وما إلى ذلك تلاقي إنه لا اللي حصل ده في العالم اللي حصل إنه حصل تراجع غريب جدا جدا أدى إلى إنه حتى في أوروبا بالمناسبة لفترة طويلة جدا عصور الظلام تراجع جدا دور المرأة وحبسوها في البيت واعتبروها يعني لا تصلح إلا للمطبخ ولتربية الأطفال أو للإنجاب وتربية الأطفال وسلاموا عليكم متطلعش بره البيت يعني بعد كده تبدأ أوروبا تاني تحاول تعيد إنتاج حضاري أكثر حداثة وتخرج المرأة بالمناسبة بعد كده وده بالمناسبة وده وخرجت متأخر يعني ماياش بادري وخلي بالك أول خروج حقيقي للمرأة من المنزل كان مع الحرب العالمية الأولى مش كما يشاع يعني أوروبا التي تقدمت وأنارت العائلة كل ده كلام فاضي يعني مش حقيقي خالص خالص يعني ملوش أي أساس من الصحة متحفظين جدا يعني طول الوقت بقولك هما خرجوا بسبب الحرب بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة أنه الحرب أبادت الرجال والشابات بس مش دي المسألة هي المسألة أنه لما بنيجي نتكلم لك وأخيرا المرأة قدرت أنها توصل لكذا وتصنع كذا وتشارك في كذا هو ده المفروض كان يبقى مستمر هتلاقي أن إحنا في اليوم العالمي مثلا للحماية المدنية أول فريق إطفاء نسائي في مواجهة النيران يعني عندنا فرقة إطفاء نسائي بنعتبر ده وكأنه البيان العملي من الحماية المدنية أن إحنا يبقى في عندنا سيدات وفريق نسائي في الحماية المدنية وتحديدا مطافي ودي مهمة طبعا هي شديدة الصعوبة شديدة الخطورة وبتحتك تدريب فائق لو طارق الجمل وكيل إدارة العامة للحماية المدنية سابقا أهلا بيك فاندم أهلا بحضرتك إزاي الصحة كله تمام تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين تحياتنا لحضرتك فاندم يعني كيف ترى أول فريق نسائي في الحماية المدنية تحديدا إطفاء والله طبعا شيء جميل جدا وشيء رائع إن احنا نشوف العنصر النسائي زي ما بيشارك في مجالات كتير بيشارك في مجال صعب ومجال مشتهن وبيحتاج من الجرأة والشجاعة والإصرار إن هما يوصلوا للهدف بتاعهم وطبعا بالنسبة للعنصر اللسائي في الغالب يعني معروف عنه إنه هو مش بالدرجة اللي هو بالجرأة اللي هو يقتح من نيران ويعمل عمليات انقاذ وتنزل من على حبل من الطبق الخامس أو السادس طبعا ده شيء جيد جدا وشيء رائع ومتقن وثمي ويتسم بالدقة المتنعية طبعا دي كانت براعة هنقول عليها قد تصل لحد احترافية شيء جميل جدا إحنا نشوف العنصر النسائي بالكفاءة دي وطبعا يعني إنها تنزل بحبل بالشكل ده شيء يفوق الوصف يعني وده طبعا ما جاش كلا من فراغ احنا بنقول إن هدف الناس دي هي انقاذ انقاذ الضحايا اللي محصورين في موضع معين ويحتاجوا حد ينتشلهم من هذا الوضع إلى وضع أكثر أمانا طبعا على قدر الهدف تكون سرعة الانطلاق العنصر النسائي تم تدريبهم بالشكل الكافي واللازم لكن طبعا الكلام ده كان بيستدبعوا أو بيصدقوا إسرارهم وعداتهم إيه من التدريب ويحققوا إيه من نتيجة في خدمة المجتمع فطبعا كان شيء رائع جدا وأداء أنا هسميه أداء بطولي وإحنا عايزين نعظم دور المرأة في هذا المجال وطبعا ومجال الإطفاء ومجال الإنقاذ طبعا مجالين جيدين جدا وبيحتاجوا من القائمين على العمل في هذا المجال دايما قلت الجرأة والشجاعة والانتصار والتضحية والكفاءة في الأداء وطبعا ده إضافة للتقنيات الحديثة والتجهيزات اللي بيتم التدريب عليها باستخدامها في هذا الأشياء صحيح صحيح أنا مشكورك جدا نسيت اللي هو نورتنا وشرفتنا إلى أن نلتقي قريبا لازم نعود نتكلم شوية على مسألة الحمال المدنية وتطورها الحقيقة الكبير اللي حصل في مصر كل الشكر السادة اللي هو طارق الجمال وكيل إدارة العامة الحمال المدنية السابقة لأن الناس بالمناسبة اللي مش مستغربة على الإطلاق هذا الخبر ليه لأنه هو الستات دايما عندهم صبر وإصرار وجلد مذهل أو الله وإصرار الستات أكتر من إصار يعني الستة لو فكرت في حاجة ما بتهمدش غير لحد ما تحصل بس في مسألة الحمال المدنية دي كمان أنا بظن مجرد ظن يعني إيه هو الستات دايما عندهم غريزة الحماية عالية جدا الستة أم فهي دايما مستعدة للصراع لدرجة الاستئتال علشان تنقذ هذا الطفل أو هذا الوليد فلما تيجي تستغل هذه الغريزة بشكل سليم وتوجهها في الشكل السليم ثق ان انت هتحصل دائما على أفضل نتيجة ممكنة فتحية حقيقية خالصة جدا لكل السيدات في العالم وللسيدات المصريات بشكل خاص خلوني هروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نقعد أعدة لطيفة جدا فيها موسيقى وفيها تمثيل وفيها مناشات مع أبطال العرض المصرحي سالب واحد يارا المليجي واستنوا لما أرألكو بقى عشانا بنسل أسان يارا المليجي وسالي سعيد بدأنا بالبناتة هو مصطفى رشدي مصطفى رشدي عبدالرحمن محسن مصطفى عبدالهادي أحمد حسني عبدالله صبر مخرج العرض استنونا بعد الفاصل لو سمحتو عبدالرحتم أحمد حجائي Bali وحدي بنام بالليل وشقلقان ما تيجي نهاجر الواقع ونبعد حبة عن غيرنا نشوف أحلام بتتحقق ونخلق من طريق نورنا عارف إن بكرة أصعب من لي عدام الأيام مانيش خايف من الضلمة مانيش عاجز عن الأحلام مسيرك يوم تكون أحسن مسيرك يوم تعيش في أمان مسيرك يوم تكون أحسن مسيرك يوم تعيش في أمان ما حدش لي بفهمني أنا محتاج لحضن أمان ما حدش راضي سمعني وقلبي لي بات ندمان إيه دا؟ إيه دا؟ أولاً أهلاً 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 بيكم كلكم مرة واحدة واللي مجوش أهلاً بيهم برضو حتى لو كان لوسي متفرجوا في البيت حسابهم معي بعدين بس إيه دا؟ أنت اللي كاتب الكلام دا؟ لا يا عبد الله أنت اللي كاتب أنت مخرج ومؤلف الأغاني وأنت عملت المزيكة نعم تشبطها قوي أحمد حسني عبدالله صابر يارا المليجي سالي سعيد بس سالي زمالتنا ومصطفى عبدالهادي عبدالرحمن عبدالرحمن وبعد كده مصطفى رجدي طيب واحدة واحدة بقى بما أنه سيادتك مخرج العرض ومؤلف النص صح كده؟ مش مؤلف النص محمد عادل مؤلف النص حلو خالص أنا عايز أسأل على المصرحية دي نوعها إيه يعني؟ أنا بحضر أنا كنا معرفش مصرح مفهمش فيه لكن أنا ساعات كتير أسمى أقولك المصرحية دي نوعها كذا دي بتنتمي للمدرسة الفلانية دي مدرسة علانية لأخير المصرحية دي مدرسة إيه؟ ولا نوعها إيه؟ اشرح لنا بشيء من التبسيط إحنا غلابة حاضر حاضر نعم دين كده المصرحية فانتازيا وقعية فانتازيا وقعية قلع بمعنى إيه؟ إن أنا جايب أسوأ حالة من حالات زاوي الهمم ولد إطولد عنده أعاقة زهنية وجسدية ما بيقولش في حياته غير جملة واحدة بس هي جملة حنروح فيه يا بابا هي جملة دي اللي بيقولها طول حياته من أول مناطق هو ابتدى ينطأ وهو عنده عشر سنينين فما بيقولش غير حنروح فيه يا بابا حنروح فيه يا بابا دي معناها معناها غير نطقه يعني هو بيقول هنروح فين يا بابا أنا عطشان بيقولها بأداء أنا عطشان بس هو بينطق على لسانه هنروح فين يا بابا فلانا عايزة أوصله من ده كله من العرض ان احنا لازم نحس بالناس دي ولازم نفهم اكتر ما نسمع يعني نحس بيهم ونفهمهم وبعيدا عن ده عايزة أوصل معلومة ان الكلام عادي ما انا ممكن اقول انا فرحان دلوقتي وانا بتداي بس اللي ورا الكلام حاجة تانية اللي بين السطور حاجة تانية خالص فانا كنت الولد الولد عنده عجز هنا وجسدية زي ما قلنا بيكبر بنشوف تعامل الأب والأم معاه والمجتمع يعني المجتمع بيتعامل مع الولد ازاي كله شايفه ان هو بني آدم الاب بيشايفه آلة عمال لي يكرر الكلمة أو الجملة يقوله هنروح فين يا بابا هنروح فين يا بابا هنروح فين يا بابا فبيقوله غير يابني الجملة اعمل لك ايه طيب بيجيب له مدرس فبيجيب له دكتور فبيجيب له كهن التلاتة ما بيعرفيش يعملوا معا حاجة لأنه هو الولد عايز اللي يفهمه مش يسمعه فآخر العرض طبعاً الأب بيوصل أنه هو بيبتدي يفهم الولد طبعاً مش عايزة حاجة ساخد انطباعاتي بأي محمل سلبي لأنه اللي انت بتقوله ده تعالى استلهاماً بقى من حاجات الجمل البريختية اللي هو من أي بوابة من بوابات الجحيم خرجته بالفكرة دي إن جملة واحدة فيبقى أداءها الكلامي دايماً يعبر عن عاطفة أو شعور ما دي حاجة في منتهى العبقرية اللي مثل دول الولد موجود معنا بس عنده تصوير في لبنان انطلق خلاص عادة بس السلي كانت هي والدة أحمد والدة طبعاً وبالتالي المفترض أن تبقى سلي هي أكتر حد قدر يفهم من الولد ولا في الأول يعني في أول المصرحية مش بنشوف ده بنشوف أن هي مع الأب مش قادرة تستوعب أن هي خلفت ولد من زويل همم أو ولد ما بيقولش حاجة ما بيتكلمش غير كين جملة واحدة هنروح فين يا بابا ولا مش طفل طبيعي كمان فطبعاً صدمة أي أب وأم عايز ابنه طبيعي أو زيه فجأة بيلاقي ابنه أو أو ما خلفه يعني بيلاقوا ابن مش طبيعي فبتبقى الصدمة بقى هنا بتبقى رفضة برضو زي الأب لحد في لحظة معينة بتفهم ابنها وبتحس بيه إن هو بيقول لها مثلاً كلمة يا ماما بس ألها هنروح فين يا ماما بس يا بابا يا بابا عادي آه 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 بس هي فهمتها إن هو بيكلمها هي آه في لحظة معينة بتفهم بس بيكون بقى هي حستها آه آه يعني هو قال لها هنروح فين يا بابا هو قال لها في الحقيقي هو القصد إن هو يقول ماما بس اللي يطلع من بقه هنروح فين يا بابا فهي حستها إن هي ماما فرحت له قلت له أنت قلت ماما مش طبيعي هوا بالنسبة لها القب بيطلع يسمعه بتقول له ده قال ماما ولسه قل دلوقتي ماما فالولد بيقول القب بيقول له اتكلم قول أي جملة فبيقول هنروح فين يا بابا بيقول نفس الجملة فبيقول لها وسعي وبيسيبها وينزي طيب تعالى نروح عند بابا مستقر التعامل بتاع القب مع الولد أنت كمان فين هي خلص أنت قدام الجمهور فأنت طول الوقت لازم توصلي العاطفة بتاعتك والشعور بتاعك وأنا ما شفتش المسرحية وهي بتتعرض في المنتدى للأسف الشديد يعني بس المسألة في إنه كمان أنا عارف كويس قوي إن المسرحية حظيت بنسبة مشاهدة تخوف الحمد لله ما شاء الله 25 جايزة دولية ومحلية الحمد لله إنت زي قدرت بقى توصل للناس كل شعور القب اللي مفترض إنه يفهم الجملة الوحيدة اللي بينطقها الولد صدعته الحياة يعني الولد صدق أنت صح ما هو الفكرة إيه أنا الدغ إذا بجد والله ما بغزك الدغ بقول ريه فعلشان أنطق قدام حضرتك وحضرتهم الره سنة 98 سيدة فاضلة عظيمة اسمها صديقة حياتي علمتني يعني شغل أنا دي وعلمتنا أنطقه فده بيتسبب لي في صداع حقيقي طول ما أنا بقول ريه عشان ما ينفعش المزيع يبقى قلبك يعني زي ما قلت لي أستاذ صديقة يا ابني ما ينفعش تبقى مزيع قلبك طلع حاضر كمّل أنا مقدر الصداع هو صداع لأنه هو يعني المفروض أن أنا مش متقبل الولد ده فكون أنه هو يبقى بالشكل ده وما بيقولش غير كلمة واحدة ده يخلي الأب محطوط في خانة أنه هو عايز يغير وفي نفس الوقت عايز يهرب فهو بقى بيعمل حاكتين في نفس الوقت بقى بيهرب بيروح يسكر ويبعد عن البيت وما بيدخلش البيت خالص وفي نفس الوقت بيعمل حاجة تانية بتعبر عن حبه للولد لأنه هو باين أنه في الطريقة الأولانية أنه هو بيكره أنه هو بيهرب بس ده ابنه بس ده ابنه فبيضطر أنه هو يلجأ لحاجات تانية علشان خطر يعالج الولد لأنه هو شايل القضية من جواه فبيجيب له مدرس وبيجيب له دكتور بيروح لدكتور نفساني علشان يشوف هو ممكن يكون مش كهة عنده ولا عند الولد ولا فين بيجيب له كاهن يعني بيلجأ لكل الأساليب كل الوسائل اللي موجودة في المجتمع علشان خطر يعرف يفهم الولد هو الجملة دي الأب لو كان فهمها مع بداية كلام الولد ما كانش كل ده حصل في أحداث المسرحية هو للأسف الشديد الأب ما فهمش في حوال جملة هو فهم أنه هو بيكرر الجملة فلازم هو يخلي الولد يغير الجملة الأم لما فهمت الولد ابتدت هي تتغير في معاملتها مع الولد الأب لا الأب ما تغيرش في معاملته مع الولد لدرجة أنه قرر أنه يمشيه برا البيت يطرده ويبدأ هو ومراته حياة جديدة بس لما حصل حدث في المسرحية خدر حضر حضراتي ليه مطلعين الأب طاغية من العتاء يعني مش ممكن طيب هنا هرجع للراوي لأن احنا اعتدنا فيما اعتدنا الراوي دايماً مش بس في المسرح المصري حتى المسرح الكلاسيكي بص انا بتفرج على مسرح بديني عشو بس بقى من تفينيه وانا بتفرج على مسرح كلاسيكي في أغلب الأحوال ولما ظهر المسرح التجريبي في مصر فكنت متابع قتيل بقى بقوله بس برضو كل اللي احنا تعودنا عليه في أغلبه الأعام الراوي دائماً رجل يمتلك بيز مزهل جداً حاجة أقوى من قسامة مونير كده مثل سمسم وحشني والله قسامة هو حبيبي صاحبي فالمرة دي الراوي صوت سيدة صوت فتاة وأظن فيه صعوبة يا راه أنك تتحولي إلى راوي في حالة تاريخية من الرواه الرجال هو الراوي ده حاجة صعبة قوي لأن أنا بعد أتكلم مع نفسي محدش بيرد علي يعني بعد أمثل وأقول والجمهور بس اللي أنا سمعني وشايفني فده بنسبالي حاجة صعبة قوي خصوصاً بقى أن الراوي ده أصلاً معلش يا عبدالله هتفتشي سر هو أصلاً روح الولد يعني في آخر المسرحية المسرحية بيكتشفوا أن الراوي ده هو أصلاً الولد يعني روحه هو الولد توفى في آخر المسرحية لسان حاله بالضبط بيعبر عن كل اللي بيمر بي ولما بيبتدي بابا ومامته يفهموا بيطلع بقى الراوي يعني في آخر المسرحية أنا بتحول ببقى بكل تفاصيله بطريقة كلامه ما بقولش غير نفس الجملة اللي هو بيقولها ده حاجة عاملة زي الضمير عن شكسبير أنه دايماً كان يبقى عبارة عن حالة خيالية فهو يتصور أشباح يعني مكبث وهو يتصور أبهرتكوا بأنه أنا فدايماً كان بقى فيها أشباح بتطارب مكبث هي الضمير بتاعه طول الوقت فأنت المرة دي كنت داخل الولد روحوا للناس مفروض تحس بيها وتفهمها فأنت كنت يروح الولد طيب الراوي طبعاً لازم يمتلك مهارات حكي مخيفة لازم بقى ستوري تيلر وفي نفس الوقت أنت كمان عندك مناطق مختلفة من الأداء وما حلتكش غير صوتك ده كان تدريب ولا ده دراسة يعني تدريب للمسرحية بالمخصوص كده ولا هي دراسة لا المسرحية للمسرحية اوه المسرحية انا اصلاً ما كنتش عارفة الراوي طبعاً بيعمل ايه لحد ما دخلت المسرحية وفهمت كل حاجة بيعملواها وازاي الموضوع صعب وازاي ان هو يعني الموضوع صعب قوي ان انت بتمثل مع الجمهور وما حدش بيرد عليك وشايف المشهد ونفسك تدخل طبعاً عايز غطلع لا اوه ما خبيينك تقول الوقت لا لا طلع بس الواحدي بس الواحدي او اوكي مش بتقومي بحاجة معاهم هم استنى عشان انت ديكتاتور واضح وعايز ارحقه والله اوه انا خايفي خايف اقوله العرض باك الموزج للمخرج المسيطر لا اوه يعني اكثر سطوة من يوسف شهين الله يرحمه انا هنا عايز اروح لأحمد أحمد حسني صاحب الصوت الزهبي والموسيقى الرائع ده بجد بأمانة شديد في حاجتين انا ملاحظهم يعني وانا بسمع التراك من العرض نفسه وانا بسمعها جديد الوقت هي فكرة انه الصوت معبر جدا بس كمان مسألة التأليف الموسيقي لمسرحية بتحمل كل الصعوبات دي ده حمل ابن لازينة طيب انتو حاجة تفرح بص وانا هنروح لفاصل الفاصل ده بالنسبة لي كسر قلبي لاننا عايز اكمل مناقشة دون ان يحدث فيها اي فاصل على مدار الحلقة بس الامر اللي من قبل ومن بعد ربنا يكتر الاعلانات فاصل ونرجع نكمل الكلام على ايامنا العرض اظن كان بعشرة جديد دلوقتي التلاتين برضو معقول والله يعني معقول ماشيها معقول خلونا نروح بمرة تانية بابطال عرض المسرحي سالب واحدة انا هنا بقى عايز اروح لعبد الرحمن عبد الرحمن محسن قمت بدور الجوكر ومفترض ان انت الكسرت الحالة لو صح التعبير بس عشان ما يقتلناش لا صح الحالة الكائبة اللي ممكن تبقى بتخيم على العرض او الحالة الحزينة اللي تخيم على الرواية نفسها عملت كده ازاي من غير ما تبوز الرواية او تبوز الحالة لو صح التعبير او حضرتك انا عبد الله لما كلمني على العرض كلمني كان تقريبا هيعرف بعد ثلاث تيان فهمت ان ده مدرس مدرس جاي عالج ولد ما بقولش غير هنروح فيني يا بابا بابا ما بقولش غير هنروح فيني يا بابا فهو بقى حضرتك شايف الصداع اللي كان مصطفى بيقوله ده اللي هو الصداع اللي هو على مر الخمستاشر سنة اللي ولد عاشهم هو بقى المدرس ده عاشهم في سبعة دقائية مسلا جاي ما استحملش الولد لقى سبعة دقائية بقوله اروح فيني يا بابا فاتخنق منه جدا وقرر بقى ان هو يمشي وبعد كده راح له دكتور نفساني عشان يشتكيله يقوله انا عايز اشتكيلك ان انا ابني بيقولش غير جملة واحدة فالقاء الدكتور متوه وبيقوله نوكت وبيقوله عن وبيقوله حاجات غريبة كده او بيقوله حاجات غريبة ملاش اي علاقة بالموضوع فالاسف كان بيبقى لود عليه هو وبعد كده بقى بيفكر يجيب له دكتور يعني عمل لي مسلا لايف كده ايه؟ لا يعني مسلا هو الدكتور كان بيعالجه بالضحك يعني هو الدكتور بيقوله اسمعني فبيقوله ايو انا بيعالجك بالضحك بيقوله يعني ايه بتعالجني بالضحك بيقوله يعني مسلا هقولك نقطة انا عايز الاداء لا خالص ولا انا شاكل حضرتك ولا بتاع لا حقيقة انا عايز اشوف الاداء مش علشان يلا بينا هندحك صدقني. انا فاهم. انا عايز اشوف الاداء لان انا عايز عايز افهم ما انا بغضو يعني حط نفسك مكان. انا فاهم. وحضرتك الافهات بتاعته. انا فاهم والله. والافهات بتاعته كلها موقف. يعني هي بتتشاف الموقف اكتر ما منها في لفظي. يعني انا بادئ ان انا بقول لها يعني بقول له مشكلتي. واقعد عنده منهر. انتو القانين منه عشان العرض ما يتفهمش. لا والله. انا قادر اتفهم جدا ان هو موقف. وبالتالي طب ما هو انا عندي الابضو وعندي الدكتور يعني ربع مش هد. حضرتك لازم تنورنا. بتعمل لكم عمل ولا تقصي? يا والله. بص انا مش 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 عايز. لا خالص والله انا مش يعني يعني. حدت هدت. حدت. اوفيدك انا بأعوه حضرتك بيروح للدكتور. اهه. فهو بيقول له يا دكتور انا ابني وامراتي. ارامي ارامي لك اريد. ارامي لك علي. ارامي لك علي. ماشي ماس20 يعني ارامي. بس يا دكتور فاني لا باقيتش عارف اتصرف ازاي بصراحة. لا باقيت عارف اتصرف مع الولد ومرحة. حتا. انو مرحة. تج18 انو مرحة. انو مرحة. او منت تاتي تاتي. فهو حضرتك بقى. حضرتك قلتاه لازم تنورنا. فهو بقى بيقرر الدكتور ان هو يعالجه بالضحك. وهنا بقى اتضحك ان مفيش دحك. يعني الضحك ان هو الدكتور بيعالجه بحاجات المفروض ان هي بتضحك وان هي بتضحك. بسيء ما بتضحكش خالص. اه. اه. لانها في غير موضوعها. بالزبط. ايه. وبعد كده بيجيب له. انا اتعصب عليه بعدها وبقول له نص ساعة بحكي لك قصة حياتي وانت بتعالجني بالضحك. وبيحصل ما بيننا اخناقة كبيرة جدا. في الاخر بكتشف ان انا جيت غلط. لان انا هو اختيارات الاب للأسف الشديد في الناس اللي هو بيجيبه من الولد كلهم غلط. يعني لا المدرس عارف يوصل ويفهم حالة الولد. ولا الدكتور اصلا واعي. ولا حتى الكاهن يعني كان بيطلع نصاب. هو اصلا مش كده. فهي دي مشكلة يعني. مصطفى. اه. دي. دكتور دكتور يعني. كان دورك اه دكتور في العرض. بالزبط. طيب. والدكتور في العرض مفترض ان هو بيعالج هنا الولد. وهو المنطق. وهو المنطق. اه. دي قعدة شخصة منطقة. لا. لا كمل 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 كمل. بس يعني انا ايه هو المشهد اللي انا بطلع فيه اه بعد اه الولادة. المفروض ان انا ولدت الوقت الطفل. ففكرة ان انا هصدم الاب من الحالة الطبية اللي الولد فيها. هو واقف فرحان. ومستني الولد زي اي اب ينزل. فانا انسانيا. لازم اروح اقول له. اللي مكتوب في التقرير. ان ابن حضرتك اتولد عنده اعاقة زهنية واعاقة جسدية. ففكرة ان انا اخش اقوله له. كانت دي كانت دي كانت صعبة بالنسبة لي. هقوله له ازاي. هصدمه. هقوله له ازاي. في المشهد اللي بعد كده بنوصل. المخرج بيبقى عايزي وصل لرسالة العرض. في ان دي نعمة كبيرة من عند ربنا. نعمة كبيرة جدا. وقد ايه انت ام عظيمة. وانت كمان اب عظيم. الولد مفوش اي حاجة خالص. بالعكس الولد كويس ومبسوط. وطلباته مجابة. واحلامه سهلة وبسيطة. ما فياش عقد زي احلامنا والحاجات دي كلها. انا بقول حاجاتي. قدرت لأ صحيح. قدرت تعمل الحكاية دي ازاي من غير ما تحولها الى موعظة مباشرة. جمدة بردة الى اخير. ويعني قدرت توصلها ازاي بحيث ان انا كمشاهد ابقى قاعد بسمعك. والمنطق بتاعك حاضر عندي طول الوقت بس كمان. ابقى انا من جوايا عايز اكمل سمع. مش عايز ابقى بشعر انه فيه جدار فاصل ما بيني وما بينك. كأنك واعز يلقي علينا بالموعظة افعل كذا ولا تفعل كذا. حطيت نفسي للحظة ماذا لو انا مشاهد للمشهد ده. لو انا لو انا واحد من الجمهور وعايز اسمع الكلام ده وعايز اصدقه. وعايز احس بيه. طبعا موضوع يعني انا مش عايز اقول انه كان صعب. بس هو كان موضوع انك تحس اكتر الكلام. تفهم منطقه وعايز يقول ايه وعايز يروح فين. وهل المثقف هيفهمه. والغير مثقف انا عايز الاثنين يفهم الموضوع انسانيا. مش ملهوش علاقة بالتلقين اكتر ما هو ليه علاقة بان انا اوصل له احساسي في ايه. يعني لدرجة ان انا كنت عايز امثل اكتر اود الموضوع اكتر من ان هي موعزة. بالعكس. بالعكس جماعة اللي انتو فيه ده ناهمة كبيرة اول من عند ربنا. ما تزعل يعني الموضوع مش محتاج بالعكس ازعل. اعتقد هو حتى بيقول لو انتو عندكم ازمة ان الولد عنده ازمة فالولد زي ما قولنا يا جماعة وبخاطب الناس ما عندوش ازمة خالص. اعتقد ان الازمة الحقيقية عندكم انتو من الاتنين. ساعتها الجمهور بيقرر يسقف مش للكلام للمنطق. صح. نشلية. مية في الكلام اللي مكتوب. طب عبدالله العرض برضو واضح ان هو مليان عناصر يعني. مزيكة اداء حركي مش قادر اسميه انه اداء راقص لانه كان اداء حركي بيعبر عن شيء ما. زائد الاداءات المختلفة يعني ما بين راوي وما بين ام مش عارفة تتواصل مع ابنها لحد ما تصل الى درجة التواصل. الدكتور اللي عاوز يحكم المنطق دون ان يكون الاداء اداء واعز مثالي. الشخص اللي بيدحكنا طول الوقت في المسرحية لكن في نفس الوقت مش بيحولها الى حالة من حالات الابتزال. وظنها صعبة عليك وصعبة عليك. فكونوا ان يوصل ده. فحقيقي دي موهبة مذهلة. الاب اللي طول الوقت ما شعره بتتضارب ما بين. ده ابني اللي انا بحب وخايف على مصالحه. وفي نفس الوقت انا تعبت فانا هتركه وابعده وانبزه بره البيت خالص. كل ده حملة حقيقي. يعني خليني ابقى يعني اقولك كل التحية بصراحة بس. الحملة ده تعملت معاه ازاي? وفي نفس الوقت الصعوبات انت بتوجهها طول الوقت. من اول الراوي لحد الاب لحد التأليف الموسيقى اللي انت عايزه طول الوقت يعبر عن المشاعر المختلفة. عايزه ما قلتولي حتى واحنا في الفصل الولد بتحصل له رعشة يبقى لازم الكمانجا ترتعش معاه. عشان كده عملتوها لايف معاياش مجرد تراكي يتسجل ويتلعب واستسهل. الموضوع كله ان احنا عندنا ميزة يعني احنا احنا تعبنا عادنا فترة عادنا سنة عشان نطلع العرض ده. طبعا احمد عباس يمكن هم عارفين ان هو اكبر مجهود في العرض اتعمل كان هو لان بطل العرض الاساسي وللاحداث بتدور حواليه ببيقولش غير جملة واحدة. وعنده عاقب طول العرض ماسك بقى قاعدى عمان ما وصل للعاقة دي وصل وصلنا لدرجة مبيرة قوي. درجة ان هو في مرة من المرات فيه دلع من ظهره وتخلع. اتخلع بسبب الدور. اه. دلع من ظهره. ايه دوم؟ ايه دوم؟ يعني هو. كدفه وتخلع كمان. اه من عند. لانه دايما واخد. واخد بوزيشن معين بدراعه. اه. فعلاق طبيعي بقى قاعد شوية علاق طبيعي يعني. اه. فا احمد عباس تعب جدا عشان يطلع الدور ده. اه. ده بصراحة جدا. اه. وجهنا صعوبات كتير جدا 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 جدا. هو يمكن كان بيتخفى علينا الحمل شوية لما بنتطلع على المسرح ونسمع صوت السوكسي او بنتطلع. ده كان المكافأة الكبيرة بالنسبة لنا. حينك لسه من شوية كنا شايفين جانب من حالة التزاحم او التدافع. طبعا. على الناس تخش عايزة تحضر العرض. طبعا. اه. وده كله يعني بعد كل ده طبعا الفضل الحقيقي الحقيقي يعني يرجع للاكاديمية اكاديمية الفنون. اه. مش مش بشكرهم لان لازم اشكرهم في الرامج ده. لا. هو حقيقي. الفضل يرجع لماعد في النوم مسرحية. طبعا. بالذات. طبعا. اه. وبعض الناس اللي حقيقي حقيقي يمكن مش 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 متشافين قوي. دكتور عبير فوزي. اه. دكتور اشرف زاكي جدا 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 جدا. اه. اه. استاذ شادي سرور مسلا من الناس اللي واقفوا في دهرنا عشان نعرض في الهناجر. اه. دكتور متحة الكاشف. اه. ودكتور غادة جبارة. ودكتور اه. الحمد لله بفضل الله. الكست. اه. كله. الناس جميلة جدا. يعني انا ربنا. يعني اخرجت في حياتي خمستاشر ستاشر عرض مسلا. اول مرة. تديني كم سنة. اه. اه. ستة وعشرين بالزبط. عشان اخرجت في حياتي. يعني عدد بسيطة. طبعا. اه. فلا اول مرة في حياتي بجد حتى اشتغلت مصرح كتير كممثل. اول مرة في حياتي اشوف اه. كست روحوا جميلة مع بعض. بيذكروا مع بعض. بيطلعوا شغل مع بعض. اه. بنقب جنب بعض. بنخرج مع بعض. خلاص بقنا صحاب. فبنطلع العرض واحنا مبسوطين. ايه. حقيقة. هو اللي تعامل فعلا. اللي تعامل. اي حد كان بيخش فعلا العرض. سواء حتى الموظفين بتوع المسرح. ما بيتعاملش غير انسانيا. يعني مثلا دور الاب بدور الام. ماذا لو انا ام. مش الكاركتر بتاع الام. تمثيلا هيبعمل ازاي اكتر ما انا مش محتاج ان انا بقى ام. او ان هو يبقى ام. حتى الموظف ذات نفسه بيبقى حاسس ان كل ده عمل خيري. مجمع احنا بنعمله انسانيا وهيطلع انسانيا. ده حصل بصراحة اكتر من كونها لعبة فنية. ومش قصد اي حاجة. بس احنا شكلنا صغير. فلما كنا بنخش في المهرجانات او حاجة. فبيقولوا الاعيال دي هتعمل اي حاجة هتمشي. بجد الحقيقي. بس احنا. مين اللي كان بيقول كده? ده الناس كتير جديد. اه هم. كدير اه هم. لا لا بجد بجد حقيقي كان في حاجات كدير او بيشوفونا عيال صغيرين. بمجرد ما بيشوف احمد عباس طلع في بداية العرض ابتدت الاعاقة تمسك جسمه ويبتدوا يطلعوا ببايلاتهم من الكواليس ويصوروا. يصور. الناس بتيدوا يتصور يعني انا فكر في منتدى الشباب العالم مسلا. صناعية. فعلا والله وين من وراء السيطات الصناعية اللي هم الباكستيج. العمال بتوعنا. عماني اعملوا كده. يعني انا بقى لافف من وراء الكلوس مسلا عشان انخلصت انا اكتر واحي بيبقى عبارة بتستنيهم. بجد شايف الناس في حالة. انبهار وزعلنين. في حقيقة فهموا الزعلنين. خلي الودي انت. انا اخر اخر الليلة في الهناجر. بقى فيه تفاعل. ايوة حصل. اخر الليلة في الهناجر. اخر الليلة اللي عملناها اللي فاتت. انا قاعد في الكابينة عادي. في الكابينة الاضاءة ومش اغاليه الاضاءة. فاجأة لقتهم بيسندوا حد وبيدخلوه. بيعيط. مش قادر يمسكوا. يا جماعة من المستشفى. ايوة. اقلوا جد الناس الموضوع. يعني مثلا لو دور عبدالرحمن محصن مش موجود في النص. جربت كده قلت مش موجود ونشيل كده هوت دور. ونعرض من جير الدور ده ونشوف الحالة التراج دي هتوصل للناس ازاي. فجبت ناس تفرج على الجنرال. فالجنرال اللي الناس جات تفرجت عليه طلعين اعصابهم بتترعش. فكان لازم احط دور عبدالرحمن محصن علشان خاطر يفصل للناس. الدور يعني خلاص عملنا مش هالتراج دي. اللي هو مسلا ان الاب بيخنق فيه الولد. عشان خلاص بيقوله خلاص يسكت بيموته. مش بيخنقه عشان يقتله. لأ. عشان غالب. لأ لأ هو بيخنقه بيخنقه علشان. بس طول الوقت صوت المنطق. مش علشان يقتله. لأ لأ هو. بيخنقه مرة. الاب بيبقى سكران. فبيقش. هو بيش بياخد باله ان هو خلق الواد. هو فاكره بيسكته. فاكر نفسه بيسكته. فالمشهد ده بيوصل لمرحلة ان الناس بتتدي خلاص طنهار. فلازم افصل بعدية على طول بمشهد كوميدي. لازم افكر. هو العرض انتاج الاكاديمية ولا انتاج اكاديمية او انتاج اكاديمية الفنون المسرحية. طب والعرض اتعمله تصوير تلفزيوني. بحيس انه يبقى قابل للعرض على التلفزيونات. اه ولا اهو اتصور في المنتدى. منتدى الشباب العالم. طبعا احنا في منتدى الشباب العالم كنا شايلين نص ساعة من العرض مسلا. عشان خاطر الطايم. طايم. طايم. اهو متزمين بوقت معين. فاتصور في المنتدى بس بش ان هو يتزاع بعد كده على التلفزيونات. اهو اتعرض ستة عشر مرة ايه. انا هقولك انا بفكر في ايه بس بعد شوية اللي نام. لا افصح عن افكاري بشكل مباشر ولا سريع. طيب هو العرض اللي جاية. يعني حددته هيتعرض فين ولا لسه? لا احنا حتى الان احنا لسه وفي اه لسه اخبار كده هو يعني مش عايزين نقول عشان بره مصر. يعني بره مصر. بره مصر. بره مصر بازن الله. اوروبا ولا منطقة عربية? اه لا منطقة عربية. اوكي. وبنسع لأوروبة. يعني اوبيين لو يشعبين لأوروبة. اوروبا مهم. ايه طبعا. بس هقولك انا بقى بفكر في ايه يعني. اللي انا بفكر فيه. وده طلب او تمني او مناشدة. انه العرض ده تتبنى الشركة المتحدة. يعني ده عرض يتصور بقى بكامله بدل ما يتم الاختصار النص ساعة يتصور كله بكامله. ويبقى موجود عندنا على واتشت. ويبقى موجود عندنا على شاشات التلفزيون التابعة للمتحدة. ده يبقى اكتر من رائع. اتمنى ذلك. اتمنى. ده مجرد امنية عند مواطن بيحب يتفرج على المصرح. لان انا بقول الكلام ده. ولسه المتحدة كانت بتعلم بورتوكول التعاون مع الاستاذ محمد صبحي. فحب انه كمان نقدر نتعاون مع الاكاديمية ونتعاون مع ابطال عرض سالب واحد. لانه العرض حلو. حلو. انا يعني انا واثق في المتحدة دايما بتعمل حاجات عشان خاطر طول الوقت نملى ادمغة المصريين بحاجة حلوة وجميل. احنا اولى. صح. مش احنا اولى بيكم. لا صح طبعا. بعد كده بقى تطلعوا تعرضوا في باريس وتعرضوا في مدريد وتعرضوا في لندن. وتبقى حاجة مزاج المزاج. معنبيش اي مشكلة بالعكس. ابقى سعيد ان انا اشت. هو انت انا ويتكاميلي مزيع ولا تمسيلي يا سيدي. المناسبة برضو. الاتنين ماذا. الاتنين. ديقولوا صح بالين كدام. انا بحب الراديو جدا. انا اشتغالها في الراديو بقى لي عشر سنين. اه. في تسعين سعين. انا بقى لي عشرين. ايه? بقى لي عشرين. ايه? الله قبل الله. السن السن عمال بيجري. الله قبل. فحقيقة لا يعني شغلة الراديو لها متعة. طبعا. والتمثيل انا بدأت تمثل بس. انا بقى لي يعني اربع سنين. اوكي. والتمثيل عايز طول البال شوية. عايز بقى تتعلن كتير وتمارس مصرح كتير. اه وتمارس تمثيل قدامي كاميرا كتير. لان ده هو اللي بيتقل الممثل كمان. تمثيل المصرح كمان بيتقل الممثل. طبعا. 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 فانا هميني الممارسة اكتر. ده بشكل جيد. شدي حينك. اشجعك جدا. نعم. عبد الرحمل ناوية تحبس نفسك في الكوميدي ولا. لا والله. فالفص. لا 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 خالص. خالص والله. عارف مرة. انا كان لها حظ. انا انا وانا هقولكو الجملة دي ويبقى الكلام اخي اخر كلام معنا يا. كان لها حظ جايت جدا 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 ان اقابلت ساعد الدين اردش. حقيقة مفيش رحمة كده يعني. ارحمة الله. وبعدين كنا بنتكلم على ممثلين هو كان معجب بيهم. فقال لي نصا على رحمة الله عليه برضو يونس شلبي ما حفظ الالقاء. اللي ارحمة الله. قال لي واحد من انبغ طلبة المعهد. وما كنتش احب ابدا انه يحبس نفسه في ادوار الكوميديا. لانه وهو كان راجل جميل. قال لي يعني عارف يا استاذ يوسف فانا حتى. انا كان عندي خمسة وعشرين سنة كمان بقى. انا مش استاذ. ازاي حضرتك تقولي. فادحك. قال لي لا لا. اسمع بس. انت لو وكان لك حظ وشفت بالضبط كده تمثيل يونس في المعهد كان عامل إزاي؟ برحم في مسرح كلاسيكي هتنبهر كتنا أقف أسقف له خبق لما سعد أردش سعد أردش بيسقف طبعا فأنا النصيحة اللي دايما نقولها لأي حد يعني من الناس اللي أنا حبوهم أبقى معجب جداً بيهم زي حضراتكم كده محدش يحبس نفسه في دوره والنبي أكيد أكيد والله أرجوك ودايماً أنا حتى بقولها بشكل دايماً علني لأن أنا حبه جداً محمد سعد محمد سعد من أروع اللي نسله كلاسيكيات المسرح الروسي وهو عارف يعني دايماً أتمنى أنه دايماً يقدم لنا نوعيات مختلفة من الأدوار أنا فرحم بيكم جداً جداً أوي خالص بجد والله يعني أعدتكم في حد ذاتها فعلاً ما يتشبعش منها ده بجد واضح جداً أن العرض ده عرض حلو وأنا اللي خسران للأسف إن أنا ما شفتوش بالرغم نعرضه مخصوص وما شفتوش فينا الله يا أخي نعرضه مخصوص طبعاً واحد واحدة 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 كل الشكر ليكم ويا رب يا رب دايماً أشوفكم في أعلى المراتب المسرحية ما يقوش 25 جايزة 250 جايزة إن شاء الله شكراً لكم لو كلمنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التساعة كريم رمزي زمان وداخل علينا ورقم عشرة سلامت